كل يوتيوبر أو صنع محتوى عنده طريقته الخاصة في صنع الفيديوهات الخاصة به وفي الفيديو التعليم رح نشارك معكم طريقتي في إيجاد الفكرة المناسبة للفيديو وتحذير وتصوير وتعديل الفيديو خطوة بخطوة ونقدم لكم أيضا بعض النصائح المهمة جدا اللي رح تسهل لكم عملية صنع المحتوى انتعكم هذا إذا كنتوا صنع محتوى جدد وإذا ما كنتوا صنع محتوى تابعوا الفيديو هذا حتى للآخر متأكد أنكم رح تستمتعوا به ولا على الأقل تخذوا فكرة على المراحل اللي مر بها الفيديو قبل ما يوصلكم بهذا الشكل النهائي وملاحظة فقط قبل ما نبدأ وخوتي في قسم التعليقات راني دائر تعليق مثبت راني مخليكم فيه سؤال نتمنى أنكم ترحوا كامل الجاوب على هذا السؤال وهذا الخطوة رح تتكرر فيه كامل الفيديوهات القادمة إن شاء الله والسؤال بطبيعة الحالة رح يختلف من فيديو الفيديو على حسن طبيعة المحتوى اللي نكون نقدم فيه أنا في انتظر الإجابة انتواعكم خوتي وإن شاء الله رح رح ربونديكم على كامل التعليقات أبقوا معايا سلام عليكم خوتي إن شاء الله كاملتكم بألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديد معاكم سيف الله رابطي اليوم رح نشوف الخطوات اللي مر بها هذا الفيديو قبل ما يوصلكم بهذا الشكل النهائي خطوة بخطوة أول مرحلة في صناعة فيديو أو محتوى هي إيجاد الفكرة المناسبة اللي رك رايح تبنع لها الفيديوين تاعك أو المحتوى انتاعك أيا كان ومرحلة إيجاد الفكرة المناسبة هي أصعب مراحل صناعة المحتوى وأنا شخصيا عندي مصدرين أساسيين نحصل منهم على الأفكار للفيديوهات التوعية والمصدر الأول هو أنتم أعزائي المتابعين أغلب فيديوهات سلسلة التنمية البشرية وخاصة فيما يتعلق بالتغلب على المشاكل والتحفيز أقترحوهم علي بعض الأصدقاء كان عندهم بعض المشاكل وأنا ساعدتهم في تجاوز هذه المشاكل كعجبتهم الطريقة لساعدتهم بيهم طلبوا مني ندير فيديوهات على هذا المواضيع المصدر الثاني اللي نجيب منه أفكار للفيديوهات التاعي هو الفيديوهات التاعي بحد ذاتها في بعض الأحيان نتحدث على موضوع بصح تكون هنا نقطة ما نعطي لها شي حقها ما نتحدثش عليها كفاية فنخذها فكرة الفيديو آخر ونتحدث فيها كثر بالتفصيل إذن لازم تخذوا بيكم من هذا النقاط وتخذوهم وتسجلوهم باش تديروا عليهم فيديوهات في المستقبل أذركايا روحوا لقسم التعليقات وكتبوا لي بعض الأفكار الفيديوهات اللي راكم حابين تشوفوني نديرهم في المستقبل المرحلة الثانية هي كتابة سكريبت أو النصف تاع الفيديو ونصيح ترسونا على المحتوى الجدد أنه ميت جنب والتكرار ولو كان الفيديو قصير معلش أنا في البداية كنت نكتب سكريبت التاعي في الورقة كما راكم تشوفوه ولكن الحالة لم تكن تجي منظمة بزاف كنت كنت نغلط نبقى غير نمحي وكامل وهذه حاجة عادية طبعا في البداية انتعنا كامل يكونو نغطوه بزاف ولكن الآن كل شرا هو يتم في البيسي راني نكتب في الورد الحالة تجي منظمة خير وتسهل علي الإلقاء أكثر ونشفة ثان في الفيديوهات اللوالي اللي درتهم كنت نتبع عن نص حرفيا بس أحضرك راني نخرج على النص عادي المرحلة الثالثة في صناعة فيديو لليوتيوب هي تسجيل هذا الفيديو وفي التسجيل تختلف من شخص لشخص على حساب المعيدات اللي عندك طبعا فمثلا إذا لم تكن لديك مصدر للإضاءة قوي لازم تسجيل الفيديوهات كامل في النهار باستعمال ضوء الشمس بصحرانا كما رأيكم تشوفوا كين ضوء الشمس بصحرانا نراني نستعمل صوفت بوكس وننصحكم كامل أنكم تخدموا صوفت بوكس طريقة الصنع والصنع بتاعه سهلة تقدروا تخدموا في المنزل بتاعكم عادي وراح يضيف جودة كبيرة للفيديوهات انتاعكم وانا قلت علي هزوج فيديوهات راح نخلي لكم الرابط التاعهم في صندوق الوصف وراح يظهروا لكم في حرف الآي الفوق ما تنسوش تشوفوهم راح يعاونوكم بزائل سعفوني شوية بقوا مرحلتين فقط وهذا المرحلتين اللي بقوا هما أكثر مرحلتين مهمين عند صنع المحتوى المرحلة الرابعة هي تعديل الفيديوهات وهذا المرحلة هي أساسية طبعا كما قلنا على خاطرش إذا الفيديو التاعك تعديل التاعه مكانش شباب مكانش اللي راح يشوفو والفيديو انتاعك مش راح ينتاشر كثر وانا بالنسبة لي مرحلة تسجيل الفيديوهات وتعديل الفيديوهات هما أكثر مرحلتين نستمتع بهم في عملية إنتاج المحتوى كامل وحاليا في التسجيل وتعديل الفيديوهات راني نستعمل للهاتف النقال انتاعي فقط بالصح ما شي هذا الهاتف هذا الهاتف على خاطرش هذا الهاتف المساعد التاعي فقط واستعمل العديد من التطبيقات في تعديل الفيديوهات انتاعي لكن حاليا راني نستعمل في تطبيق إنشوت وراوي أدي الغرض بامتياز واذا حابين ندير لكم فيديو على هذا التطبيق ونوري لكم كيفاش ندير تعديل للفيديوهات التوعي لدخل هذا التطبيق خطوة بخطوة اكتبوا لي في تليقات والآن المرحلة الخامسة والأخيرة في مراحل صناعة الفيديوهات هذا المرحلة ما رانيش كتبها على الحاسوب كما قلت لكم لازم تخرج على النص من ذاك مرحلة رفع الفيديوهات أيضا هي مرحلة مهمة وهي اللي راح تساهم باش يوصل الفيديوهات لناس اذا رفعتوا بطريقة مليحة راح يوصل بزاف ناس واليوتيوب راح يقترح الفيديوهات عند بزاف غاشي بصح اذا رفعتوا بطريقة سيئة حتى واحد ما راح يشوفوه ما عادا كنتايا وبما انه هذا الخطوة مهمة جدا جدا عند صناعة المحتوى وخاصة فيما يتعلق بالفيديوهات على اليوتيوب راح ندير عليها العديد من الفيديوهات في المستقبل ان شاء الله صافي إذا أنت يا صانع محتوى وحب الفيديوهات التي تنتشر أكثر ما عليك غير تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات باش يصلك كل فيديو جديد كان أداء جيد بالنسبة المقطع ما خطتلوش مقبل لسنسي الخاطئ قبل ما ننسى ذلك في شاشة النهاية يخرجوكم زوج فيديوهات واحد هو آخر فيديو درته في القناة وواحد آخر هو فيديو اليوتيوب يتوقع أنه يعجبكم ما لما فضلكم ما تنسى شاش تشوفوا هذوك الفيديوهات المهم خوتي إلا أنه نصل لنهاية هذا الفيديو إذا كنتو صنع محتوى نتمنى أنكم استفدتو من هذا الفيديو وإذا ما كنتو أheimer لم تكنت beforehand تمنى أنكم استمتعتو بهذا الفيديو خوتي إذا الشترحتكم استفدتو من هذا الفيديو يجب أن نク양 هذا الفيديوهاتρο وتشاركوه مع صاحبكم باش يستفدوا حتى همثان اشتركو فالقناة وفعلوا جرس التنبيهات باش يصلكم كون فيديو جديد تحية كبيرة لكل شخص وصل لهذا النقطة من الفيديو خلطي نشكركم على المشاهدة ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام